السلام عليكم و مرحبا بكم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم صينية الدجاج في الفرن بسلسة باربيكيو سهل جدا في التحضير ممكن تقدم هذه الوجبة سواء الغضاء او اللعشة فبالنسبة للدجاج سنرفقه مع بطاطس في الفرن بتتبيلة رائعة فهذه البطاطس هذه ممكن تقدمها مع طباق رئيسية كيف ممكن تقدمها مع ساندويتشات او الهامبورجر ونمت اكدى الى جربتها غادي تعجبكم بزايف فانتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستبدوا معايا فيه ويالله نبدو بسم الله بسم الله فابنسبة للطريقة ديالتحضير في واحد الايناء انا هنا مباشرة درت في الايناء فين غادي انطير فعندي هنا تقريبا واحد ثلاثة احت الاربعات ديال فصوص ديال التوم اللي فرمتهم وعندي كمية ديال خليط ديال القزبور والمعدنوس مفروم كتكون كمية ديال القزبور كتر من المعدنوس تقريبا درت ثلاثة دلم على القزبور مع جوج معالق كبار ديال المعدنوس نضيف تقريبا واحد ملعقتين طعام او جوج معالق صغار ديال عصير الليم والحامض إلا ما كانش عندكم عصير الليم والحامض ممكن تعودوه باللوب ديال الحامض المصير او كتحكو يعني مبشر كتحكو واحد الحامضة يعني كتبشروها ضفت كذلك واحد الملعقة صغيرة ديال الخرد الأولى متغد مميما انا ما كانش تبقى لي بزف فحاولت غير داك شي اللي بقى في القرعة قدرت له شوى دلمه ووشلتها باش ان طبعا النجم ديال وصفة دياليال اليوم اللي هي سلصة البربيكيو فبنسبة الناس اللي ما عندهم سلصة البربكيو ممكن تعودها بلاسوس صوجة لكنها تكون ثقيلة و ليس خفيفة بالنسبة للاسوس باربيكيو ستعطينا نكهة الشيواء بدون ما اننا نشوي وفوق الفحم وكذلك تكون فيها حتى واحد الحلاوة حيث يكون مزيج بين الشيواء وباللاسل يعطي واحد تجانس في المضاق رائع رائع جدا فبالنسبة للتوابل ندي شوية دي الفلفل اسود تقريبا واحد نصف ملاقة صغيرة دي الكامون سكينجبير تحميرة شوية الخرقوم وشوية دي السودانية او ممكن تعودها بالهريسة وقدرت واحد الرشيشة دي الملحة الملحة ممكن لا بغيتو ما تديروهاش ما تديروهاش بحكم اننا داري اللامو تاهدو لاسوس باربيكيو تكونوا ملحينش شوية وكذلك داري العاصر الحامض فمن الاحسن ما تديروهاش كاع سافي اذا مجد ديك المكونات دينا كنحصلوه على واحد الشرمولي على هات شكل هذا فهاد المرحلة هادي ما كنضيفش الزيت كنخليها حتى منين كنبغي ندخل الدجاج ديالي الفران عدك الساعة كنضيفها سافي كناخد دك عندي هناية دجاجة اللي فصلت على ربعاز وولت لها الجلدة وفلحتها هكايا في الصدر ديالها وكذلك حتى في الفخات باش يعني كتشرب لنا ديك تتبيلة اكتر سافي كنشرمل الدجاج ديالي ومن بعد غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وندخلوه للتلاجة نخليه كي تشرب ديك الشرمولي لأطوال مدة ممكنة على الاقل على الاقل خصو واحد الساعة يبقى في ديك تتبيلة إلا كنتو هتديروه للغداء حضروه في الليل شرملوه في الليل ولا غدالي ديك ساعة دخلوه طيبوه كنتو هتديروه اللي عشا فمن انتفقوه في الصباح شرملوه وخليوه النهار كامل في ديك التتبيلة سافي هنا ايا انا كنت محضرها هاد الدجاج هادا اللي عشا فايدا حضرتوه في الصباح شرملتوه في الصباح وخليتوه النهار كامل في ديك تتبيلة بالنسبة للخضر اللي غادي نرافقها مع هاد الدجاج غادي ندير البصلة والطماطم فبالنسبة للبصل بديت واحد الحبة كبيرة او كديروه جوج ديال الحبات متوسطين اللي قطعتهم الى شرائح وكذلك درج جوج ديال الحبات ديال الطماطم خليت لها القشرة ديالها والبودور ديالها وتهيى نفس الشي قطعتها الى شرائح كنحاوي ندمج مزيان ديك البصلة مع الدجاج بشها هي كتبالينا بالشرموله وديك الطماطم كنستفوها من الفوق بهذا الشكل هذا سافي في الاخير غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون بحكم انها مدرنهاش في اللول في التتبيلة حيث الزيت ما كتخليش اه اللحوم يعني يتشربوا يعني يتشربوا تتبيلة ضغياء فالزيت كنخليوها الاخر من المرحلة منين كنبغيو ندخلوه ندخلوه ديالنا الفران كنضيفوها سافيو كنغطيوه بورق الفران وكندخلوه الفران على عافية تكون متوسطة الى هادئة ما كياخدش وقت بزاف تقريبا واحد ساعة هكايك ديك الساعة كنحلو عدي تلقوه طب كنزولوه ورق الفران وكنخليوه تندلوه العافية من الفوق باش كيتحمل لنا من الفوق فبالنسبة البطاطس اللي هدي نرافقها مع طبق ديالنا ديال اليوم عندي هنا تقريبا واحد جوج ديال الحبات او ثلاثة ديال البطاطس زولت لها القشرة نحاولو نعزلو بطاطس اللي تكون بنفس الطول وبنفس الحجم ونقطعوها قطعتها لشكل وجس او على شكل اصابع كذلك الاصابع نحاولو نقطعوهم بنفس الحجم باش هكاي ماشي وحدا تكون رقيقة وحدا غليضا ما غديش يطيبونا يعني في نفس الوقت بنسبة لتتبيلة ديال البطاطس فعندي تقريبا واحد الحزيمة صغيرة ديال المعدنوس غدينا نسموها بشوية ديال الزعتر ممكن تنسموها بزعتر او اكلي الجبل اللي بغيتو نحتاج شوية ديال الملحة شوية ديال فلفل اسود وثلاثة ديال الفصوص ديال التوم وطبعا زيت الزعتر فاول شيء غدي ندير هو غدي نطحن هاد المعدنوس مع التومة وشوية ديال البزار ومع شوية ديال زيت الزعتر حتى الاخير منك تحتحن لنا عديك ساعة كنضيفو الزعتر سافي هنا يوم بعدما تحنت ديال المكونات ديالي كنحصلو بحلة واحد صلصة يعني كتكون صلصة خضراء فا من بعد غدي نضيف لي ها شوية ديال الزعتر سافي وكن ندير هاد التزبيل هاده فوق البطاطس ننطبلها مزيان سافي نفي الشيء غدي نغطيها بورق الفرن ندخلها الفرغان فبنسبة لهاد البطاطس قانحضرها ممكن تدوس تقريبا واحد نصف ساعة طهي الدجاج ندخلها لكي يطيبوا أن الدجاج يكمل طيب ويتحمر ونفشيء البطاة استهيار نحيط لها ورقة الفون ونجعلها تتحمر وهكذا يكون طبق اليوم جاهز يأتي الدجاج من السم تأتينا فيه خاطرة هذه البصلة تكون تعسلات وكذلك الطماطم تهيئة ونرفقه مع البطاطس بصلصة الخضراء رائعة أتمنى أن هذا الطبق اليوم يكون أعجبكم وتكونوا استفتوا معي في هذا الفيديو هذا أتمنى أنكم تجربوا حيث يستحق التجربة وأنا متأكدة أنه سيعجب العائلة ديالكم إذا أعجبكم الفيديو ديال اليوم لا تنسوا شدروا جامعة فيديو وتفارتاجون مع الأصدقاء والعائلة ديالكم لا يستفسار أو اقتراح نرى هنا إشارتكم لا تنسوا من صالح الدعاء ديالكم لا تنسوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام نجعلكم روابط ديالهم أسفل الفيديو في صندوق الوصف ومعني نقول لكم غير بصحة وراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة